ناخد في اعتبارنا كده في بداية الكلام انه زي ما احنا شايلين هم وهو هم تقيل بصراحة مواجهة السنغال هم كمان شايلين هم ومواجهة منتخب مصري وزي ما قلت لحضراتكم انه منتخب السنغال منتخب من العارة تقيل وانتخب عنده عناصر على اعلى مستوى برضو بقول انه هم بصن لنا نفس النظرة وشايلين همنا وشافين انه منتخب المصري منافس قوي جدا ليهم وان التذكرة لم تحسن بعد الكلام والحقيقة يمكن برضو دي حاجة بشوفها تصب في مصلحتنا ان المواجهة الاولى في القاهرة والاهم من ده انه في ملعبنا ووسط جمهورنا اللي ان شاء الله يملى المدرجات ويد الشحنة اللي تخلي لعبتنا تقدم احسن ما عندها ولو لعبتنا عندها نفس الروح اللي لعبت فيها في بطولة افريقيا نفس الشخصية المنتخب اللي ظهرت في الكاميرون اعتقد بإذن الله بإذن الله نقدر نعمل نتيجة كويسة نركن عليها ونشوف بقى هنبقى نعمل ايه مع قصودة رنجة في داكار خلينا نتكلم اكتر عن منتخب مصر والسنغال المواجهة المنتظرة مع نجمينا وضفنا النهاردة اللي بيشرفنا في السادسة كابتن محمد حشيش ودائما رجل ده الحقيقة يعني قبل كل المطشاط المهمة وفي المناسبات بيبقى لي كده يعني اراءه وجهات نظر حتى ممكن نتكلم بعد ما بتحصل اهو بعد يقول لي صفت حصل نور الدنيا كابتن حشيش ربنا نخليك يا أحمد زيك انت عاملين زيك انت أنا عجباني الضحكة والتفاول في البداية كده إن شاء الله بإذن الله دايما متفاعلين دايما متفاعلين إن شاء الله بس مع التفاول برضو فيه فيه حزر وفيه حساب لمنتخب كبير جدا جاي قاهرة يلعبنا وعنده برضو فرصة كبيرة جدا الحقيقة عشان كده السيناريو الناس كلها بتتكلم فيه أنا مش هتكلم معك في الاختيارات لأنه الناس برضو كالعادة يعني ما عملش حاجة جديدة مستر كيروش مش راضية قوي قوي شايفة إنه فيه أسماء كان لابد على أقل في مواجهة القاهرة إنها كانت تكون موجودة لكن خلاص إحنا قدام أمر واقع لكن نتكلم على أسطوب والطريقة الأنسب ونحدد الأول قبل الأسطوب والطريقة إيه الأهداف من مبارات القاهرة بص إحنا عايزين نتفق إن ما فيش حد دايما بيتفق على رأي واحد تمام يعني أيا كانت الاختيارات اللي مش عايزين نتكلم فيها ونخد فيها لأن ما فيش وقت للانتقاد بس في حاجات كانت ظهرة أول كابتر طبعا أنا معاك كان في حاجات ظهرة وكان في حاجات كتير أول كان ممكن تصنع الفارق صحيح بس بنقول يعني الوقت ده مش بتاع الكلام إننا يعني خلاص إحنا بنتكلم النهارده الثلاث أربع خميس الماتش يوم الجمعة مظبوط فكل الدعم وكل الحماس وكل الكلام الكويس لازم نقوله في الفترة دي نعدي المباراتين وبعد كده هو مش مش شك في إمكانيات الأسماء اللي تم اختيارها بالعكس إحنا واصفين فيه إحنا بنقول أفضل بزبط كده ممكن كان يساعد في حاجة وورقة اتنين طبعا ممكن تحتاجهم في وقت من الأوقات حسب سيناريو المباراة كان ممكن وعايز أقول لك إن المتشاط دي بتخلص بحد بيعمل حاجة بتعدي خلاص يكون يومه يعني إنما برضو هنرجع نقول ماشي الحال الدنيا ماشية عايز أقول إن الدوافع للفرقتين واحدة سينغال لو هنتكلم عليها في البداية فريق كبير مليان كنا أكتر فرق في إفريقيا مليانة محترفين في أحسن أندية الأوروبية أهم بطولة عندهم هي البطولة اللي بتؤهل للمنديال لأن ده حلم الناس كلها أسعارهم بتزيد بصعودهم أو بشتركهم في المنديال بيتشافوا طبعا على أعلى مستوى بتزود قيمتهم في الاختيارات بعد كده بالنسبة لأفضل لعبة سواء على مستوى الفرق بتاعتهم أو على مستوى الدوريات اللي بلعبوا فيها واخدين بطولة إفريقيا صحيح ما كسبوش المنتخب المصري خدوها بالدربات الترجحية إنما هي بطولة طبعا تتحسب لهم أو بطولة في تاريخهم كمان بالضبط تتحسب لهم جيل ده يعني حاسس بأنه عمل إنجاز أكيد والمدرب بتاعهم نفس القصة برضو ما كانش له حظ إن هو ياخد البطولة فبياخد معهم البطولة ومستمر معهم بقاله تلات سنين الحياة معهم فهم كفرقة طبعا فرقة قوية مليانة زي ما قلنا محترفين أسماء على أعلى مستوى أعلى الدوريات عندهم يمتلكوا من الخبرات ومن المعارات لعيب واحد محلي حرس مارمل اللي هو تاني كلهم محترفين أو تاني كمان مش مثلا يعني الأساسي ده كارسة كارسة يعني أحرص المربع بصراحة أنا بشوفها متكافأة في الفرقاتين يعني الشناوي أوه ما بيلعبش في أوروبا بس أنا شوف الشناوي لا يقل عن أي حرس من حراس المربع حرس مرمى على مستوى عالي شناوي وأبو جبل يعني عليهم دور مهم جدا في المواجهتين الجون دلوقتي أحمد زي ما بنقول بالبلد كده نص الفرقة يعني لما تكون أنت بتلعب وراك جون خبرات وجون قوي بتأخذ السخة وخصوصا بالذات الديفنس نفسه يعني المدافعين لما يبقى أراهم جون بيطلع فكار العالية وطبعا عنده ارتفاعات زي الشناوي أو أبو جبل الآن كان اللي هلعب دي بتدي ثقة طبعا للديفنس والفرقة كلها لو هنتكلم طبعا على متخب مصر طب معلش تكملي السنغال السنغال جاي عايزة إيه السنغال جاي عايزة تكسبك هنا جاي عايزة تكسبك طبعا طبعا لو ما فكرش أو لو فكر غير كده يبقى غلطاء لأن هي المباراة الأولانية هو عنده من الكفاءة والقدرات والسرعات أنه يقدر يجيب أهداف يحرز أهداف فيقولك الله طبعا أنا مش هستنى للمرحلة التانية عندي طبعا أنا خلص من هنا واضغط على الفرقة ما ديش للمنتخب المصري المساحة أن هو يلعب علي أو يحرز أهداف أو أو وصعب الموضوع فيه المباراة التانية طبعا أنا هنا مطلع بأحسن النتيجة فمش هيجي استسلم بالعكس ده هو هيجي من البداية ضاغط لأنه هو كمان عنده الثقة في نفسه من البطولة اللي خدها الأفريقية وإحساسهم إنه لا ده إحنا كعبين عالي بقى على مصر لا مفيش طبعا كلام في الكرة كده يعني الفرقتين كابتن حشيش عايزين يكسب طبعا يعني من المنتخب السنغالي مش جاي إيه مش جاي أخد مطش لا الكلام القديم بتاع زمان إن أنا أطلع بقى لبصارة عشان لما رجع أرضي لا 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 الفرقة كبيرة دلوقتي بتحط دماغها في أي مطش إنها لازم تكسب وزي بقول لك عندها المؤهلات وعندها الأدوات اللي تقدر تعمل المباراة كويس الفرقتين بالنسبة